أنا عايز أعرف حاجة معلش هو سؤال برضو لابن النادي الاهلي كابتن عماد متى كابتن عماد أنت عضو في الرابطة لأ معلش أنت عضو في الرابطة كابتن عماد أنا عايز أعرف هل بيتاخد رأيك لما يحصل أزمة زي دي ويبقى في تصميم أن النادي الاهلي يلعب الماتش ده يعني أنا عايز أعرف يعني هو اللي بيأخد القرار قرار فردي ولا قرار بيبقى جماعي طب الناس دي خد القرار خطأ مين اللي هيحسبها ومين هيعدل القرار خطأ ده مين اللي فوقيها يعني إحنا لو تكلمنا حتى عجيها المقابلة الوداة بتعمله إيه في المغرب اتأجله متش الرجاء ليه وقفين معاه علشان عنده فينال يوم تلاتين مع النادي الاهلي وده فينال أفريقيا وعايزينه يجيب البطولة فإحنا لازم نهده الطريق إنه يجيب البطولة لا هنا بتعمل العكس وإنت عارف إن إحنا هنلاعب بطل المغرب وفي المغرب يعني بدل ما توقف مع النادي الاهلي لا بتعنت مع النادي الاهلي إيه ده إيه اللي بيحصل ده لا عندنا قزمة كبيرة بحاجة كثير وكلمنا عن التحكيم لا ومصطلحات التحكيم اللي إحنا شفناها من أول الاحتواء لحد روح البروتوكول لحد الاختلاف رحمة وإحنا هنفضل إمتى ندفع ثمن أخطاء الحكام وندفع ثمن أخطاء اتحاد الكورة وندفع ثمن أخطاء الرابط يعني أنا هلقيها من برة ولا من ولاد بلدي ترجمة نانسي قنقر